موسيقى موسيقى ينعقد مؤتمرنا الثالث والعشرون تحت شعار الولاء لتونس والوفاء للشهداء والإخلاص للعمال كانت تجارب الحركة اللقبية التونسية العرقة وروادها أمثال محمد علي الحامل وفرحات حشاب وأحمد الثيني والأحبيب عشور وغيره وأمثالهم نصب أعيوننا منارات والذاء تقودنا وسط هذه الظلمات وتدفعنا للمبادرة والسعي لإنقاذ الوطن من الخطر المحبط والمتربس بوحدته وبوجوده وفي هذا الصدد فألنا ما زلنا نؤكد أن سياغة المنوات التنموين جديد يقتضي مراجعة جدية لمنظومات التعليم والتكويب والبحث العلي في إطار مقاربة تشاركية لاستكمال ما شرع فيه بين الأطراف الاجتماعية داخل بعين الاعتبار مصالح وجهات نظر كل الأطراف المعنية وما زلنا نشدد أيضا على ضرورة تطوير قدرة القطاع العمومي في الإنتاج والمحافظة على دور التعديل الاستراتيجي علاوة على التأكد النهوض بالقطاع الفلاحي باعتبار أهميتهم استراتيجية وعلى مزيد المحافظة بصغار الفلاحي وتعهدهم بالحماية الضرورية والدعم الكافي وحرصنا على حماية السنديق الاجتماعية ودعونا إلى إصلاحها وفق رؤية شاملة وبعيدة المدى تحافظ على المكاسف وتجد الحرول المناسبة أننا ننخرج في الأولوية الوطنية المطروحة على الدور وعلى كل المجتمع بمختلف فئاته لمحاربة الأرهاب والعمل عشسات زدوره وعزله عن محافظمه دون هوادة ودون أن نتسامح أو تهاول وأن نقترب هذه الفرصة لمجدد دعاوتنا للتعجيل بعقل مؤتمر لمحاربة الأرهاب يمنظم مقاومة الأضواتين لهذه الظاهرة ويستبعب كل تراثم أو تساعد معه وكل مساعر لتبريره أو للتخفيف من خذورته نحن اليوم في حاجة إلى التعجيل بالقضاء على بؤر التوتر في كل أنحاء العالم وفي مقدمة حد القضير الفلسطينية وتنكيل الشعب الفلسطيني من حق تقرير وسيله على أرضه وبناء دولته المتسقلة وعاسمتها القدس الشريف ومتنى الاجتماعي ومتنى الاجتماعي اشتركوا في القناة